جذري القردة لا يوجد أي علاج أو لقاح متاح لمكافحة المرض رغم أن التطعيم السابق لدى الجذري أثبت نجاعة عالية في الوقاية أيضا من جذري القردة ينقل فيروس جذري القردة إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية ولكن انتشاره على المستوى الثانوي محدود من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر جذري القردة مرض نادر يحدث أساسا في المناطق النائية من وسط إفريقيا وغربها بالقرب من الغابات للسوائية المطرة وجذري القردة مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ ينقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان وتماثل أعراض إصابته للإنسان تلك التي كان يشهدها في الماضي المرضى المصابون بالجذري ولكنه أقل شدة ومع أن الجذري كان قد استؤسل في عام تمانون تسعمائة وألف فإن جذري القردة لا يزال يظهر بشكل متفرق في بعض أجزاء إفريقيا وينثم فيروس جذري القردة إلى جنس الفيروس الجذري التابع لفصيلة فيروسات الجذرية وقد كشف لأول مرة عن هذا الفيروس في سنة خمسة وثمانون تسعمائة وألف بالمعهد الحكومي لأمصال الكائن في كوبنهاجن بالدنمارك أثناء التحري عن أحد الأمراض الشبيهة بالجذري فيما بين القردة